في سباق مع الزمن ينطلق من الافتراض بأن النظام السوري قد ينهار شرعة إسرائيل في بناء سياج أمني جديد في الجولان المحتل يستبدل القديم القائم وسط خشية من أن تتحول المنطقة منزوعة السلاح إلى منطلق لهجمات على المستوطنات الإسرائيلية والمواقع العسكرية يقام الجدار لأننا لا نعرف ما يحمله الغد ومن سيحكم سوريا ونحن نرى الوضع الميداني ونخشى من شن هجمات وتيرة البناء تبدو محكومة بالتطورات الميدانية لا سيما بعد سقوط قذائف قرب مواقع تابعة لجيش الاحتلال ورده مرتين على الأقل في ظل الاشتباكات شبه اليومية بين جيش النظام السوري والمعارضة المسلحة كهذه التي وثقتها كاميرات الجيش الإسرائيلي لكن هاجس إسرائيل الأمني والعسكري لا يقتصر على المنطقة الحدودية السورية عم تسوي مع كل جهودها عشان تحفظ الأسلحة الكيموية ولا واحد بيستعملها مؤفلة وفي عليها حراسة كبيرة والسوريين بيعرفون أنه هذا خط أحمر مش بصلى إسرائيل برضو الأمريكان المنطقة الحدودية في الجولان المحتل ما تزال عسكرية مغلقة وتشهد انتشارا ملحوظا لجيش الاحتلال الذي يسير دوريات راجلة بالإضافة إلى انتشار الدبابات وأجهزة التجسس أيضا وبحسب المخطط فان السياج الجديد سيمتد من منطقة الحم جنوبا وحتى معبر غنيترا الحدودي شمالا على نحو أكثر من خمسين كيلو مترا الهاجس الأمني الإسرائيلي إذن بات معقدا بعد عقود من الهدوء في جبهة الجولان بدءا بالقذائف الحدودية والأوضاع في المنطقة منزوعة السلاح ومرورا بالترسانة الباليستية الصاروخية السورية وانتهاءا لربما بالأهم وهو مصير السلاح الكيموي السوري زياد حلبي العربية الجولان المحتل